لا يختلف اثنان على اهمية تقديم العون للمتضررين من العدوان الصهيوني الا ان استخدام ملف اللاجئين اللبنانيين الى العراق ضمن مزايدات حزبية بات امرا يثير جملة من التساؤلات بشأن حقيقة الدوافع التي تقف خلف هذه الاستجابة الفورية سخاء حكومة الاطار التنسيقي في التعامل مع قضية اللاجئين اللبنانيين سرعان ما اعادت الى الاذهان ما تعرض له العراقيون الذين فروا من مدنهم خلال سنوات الحرب ضد داعش من انتهاكات حيث اغلقت الحكومة ابواب المحافظات بوجه الاف النازحين واشترطت عليهم شرط الكفيل مقابل حصولهم على ملاذ امن فيما ترفض حكومة السودان اليوم اطلاق صفة النازحين على اللبنانيين ووجهت بتسميتهم ضيوفا وفي الوقت الذي ما زال هناك نحو مليون عراقي يفتقر لوثائقه وهوياته التعريفية وجهت حكومة السودان وزارة الداخلية بمنح المواطنين اللبنانيين الراغبين بالمجيء الى العراق وثائق سفر سريعة فيما اتخذت كلا من وزارتي التربية والتعليم العالي اجراءات عاجلة لاحتضان الطلبة الوافدين من جنوب لبنان تجنبا لحرمانهم من الدراسة مئات الاف العراقيين العاطلين عن العمل تساءلهم الاخرون حرجا رغم تعاطفهم مع النازحين اللبنانيين عن سبب الدعوات بتوظيف اللبنانيين في القطاع العام في وقت تتدرع فيه الحكومة الى اغلاق ملفات التعينات بحجة وجود تخمة تعانيها مؤسسات الدولة المراقبون ربطوا بين الامتيازات التفضيلية التي منحتها الحكومة للبنانيين وبين تصريحات مستشار الامن القومي قاسم الاعرج التي قال فيها ان المرجعية دعت الى الاكتفاء بالمسارات الانسانية لدعم غزة ولبنان وابعاد العراق عن الحرب في محاولة للسيطرة على ما وصفها بالمشاعر التي يمكن ان تجر البلاد الى قضايا غير محسوبة على حد وصفه ترجمة نانسي قنقر